السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في فيديو جديد. هتكلم النهاردة عن نوع من التوابل احنا بنسميه ملك التوابل. هو بيعتبر اغلى انواع التوابل في العالم ولا يتفوق عليه الا الزعفران والفانيليا. الحبهن ده بيحتوي على عناصر غذائية لها اهمية كبيرة قوي. بنعتبره مصدر هن للمعيدن زي الحديد الماغنيسيوم استيلينيام الزينك. طبعا في حاجات تانية بس بمستويات منخفضة زي الكالسيوم والبوتاسيوم وفايتامين بي وفايتامين سي. اه كمان الحبهن يحتوي على كميات صغيرة من البروتين والالياف والاحماد الدهنية. وبعض المركبات الطبيعية اللي لها خصائص مضادة للاجسادة. ودي طبعا بيبقى لها دور في الوقاية من الامراض. ايه الفواية الصحية للحبهن? هو بيساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي. بيمنع بعض الامراض الخطيرة زي السرطان. اه كمان بيساعد في علاج مرض السكر. وبيساعد في التغلب على الاكتئاب. هنتكلم بقى على الفواية واحدة واحدة. اه اول حاجة بيسحسن صحة الجهاز الهضمي. هو بيحتوي على مركبات بتساعد على عمليات الايد او عمليات التمثيل الجزائي. كمان الخاصية بتاعته اللي هو فيه مواد مضادة للاجسادة ومضادة للالتهابات. كل ده بيساعد على الهضم والتمثيل الجزائي السليم. اه تاني حاجة انه هو بيعزز صحة القلب. يعني بيفيد تحسين صحة القلب لانه هو فيه مركبات مضادة للاجسادة. فده طبعا بيفيد القلب. اه كمان احتواءه على الالييف. ساعد في خفض مستويات الكوليستيرول في الدم. وده طبعا مفيد للقلب برضو. اه كمان برضو بيساعد على تخفيض ضغط الدم. تالت حاجة الوقاية من السرطان. في دراسات اثبتت انه هو ممكن يعالج السرطان او يأخر حدوث السرطان او يمنع تكوينه. الامره البعض انه هو ليه خصائص مدرة للبول. يعني بيساعد على اضرار البول وده طبعا بيفيد في حالات ارتفاع ضغط الدم اه رقم خمسة انه هو بيساعد على محاربة الاكتئاب او بيفيد في حالات الاكتئاب. اه لما منحطه مع القهوة او الشاي بيساعد على التغلب على الاكتئاب. اه لمنع ستة هو بيعزز الشاهية للطعام. يعني بيفتح النفس بمعلقة صحة كده. لما بيتحط في الاكل بيدي ريحة حلوة للاكله بيساعد على فتح الشاهية. كمان الحباهان ممكن يساعد في علاج التهاب الحلق. ولو اتخلط مع القرفة برضو بيدي نتائج كويسة قوي في علاج التهاب الحلق. اه كمان الحباهان ليه تأثير على البشرة. بيخلي البشرة نعمة. فيه طبعا زيت الحباهان. ده ممكن يتحط على الجلد. بيدي نضارة للبشرة او بيحسن البشرة. يعني فيه بعض المنتجات بتاعت العناية بالبشرة بيتضف لها زيت الحباهان. ودي طبعا بتدي فوات للبشرة. كمان بيدخل في مستحضرات التجميل لان له ريحة نفزة متميزة. فبيدخل في صناعة العطور والصابون والمساحي ومستحضرات التجميل. برضو الحباهان بيمنع الروائح الكريهة في الفم. كمان الحباهان ليه دور في الازمة الصدرية او الازمة الربوية اللي هي البرونكيا الازمة. انه هو بيحسن دي التنفس عن طريق انه هو بيحسن الدورة الدموية في الرئتين. وبيهجي الالتهاب بتاع الاغشية المخاطية. بالطريقة دي بيقلل دي التنفس الكحة والتزييق اللي بيحصل في الصدر ده. يعني هو ليه دور ايجابي في مشاكل التنفس او الامراض بتاعت الجهاز التنفسي. يبقى كده ملخص كده في الاخر. ايه فوائد الحباهان? انه هو مضاد السرطان علشان مضادات الاكسادة اللي فيه. مقوي للقلب. بيقلل الكوليستيرول. آآ بيقلل ضغط الدم. آآ طبعا هو مفيد للرئتين. وقلنا انه بيساعد في علاج البرونكيا الازمة. كمان بيمنع الرائحة الكريهة في الفم. ومضاد للاكتئاب. بنحطه مع القهوة او الشاي. يحسن الاكتئاب. طبعا احنا بنستعمل الحباهان في المطبخ بتاعنا. آآ طبعا كل الفوائد كل التوابل اللي احنا بنستعملها في المطبخ ليها فوائد كتير. وانا طبعا سبق اتكلمت على الكركم والزنجبيل والقرفة. ان شاء الله هتكلم على باقي التوابل في حلقات قادمة بازن الله. يارب تكونوا استفادتم. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وعملوا لايك وشير. وفي النهاية بشكركم. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.